الطلاب الاعزاء اهلا ومرحبا بكم في محاضرة جديدة من المحاضرات مقرر تكنولوجيا الصحافة والطباعة المستوى الثاني صحافة عنوان محاضرتنا النهاردة بعنوان التكنولوجيات الحديثة للطباعة الصحفية يرجع الاهتمام بالتكنولوجيا في العصر الحديث الى بعض العوامل منها ارتباط معدل النمو الاقتصادي يعتمد على التطور التكنولوجي والاهتمام المتزايد بتطوير مختلف الاجهزة والمعادات واعطاء مصندة كبيرة للابحاث في هذه المجالات بالاضافة الى التقدم في الالية ادى الى شيوع البطالة ومن ثم يجب البحث عن اعمال جديدة وتدريب العمال الجدد على الالات الحديثة تعريف التكنولوجيا التكنولوجيا هي علم الصناعة الذي يسمى للجانبين المادي والفكري التكنولوجيا بيهمنا هنا نتناولها من منظور اتصالي والتي تعني بصفة عامة مجمع المعارف والخبرات والمهارات المتركمة والمتاحة والادوات والوسائل المادية والتنظيمية والادارية المستخدمة في جمع المعلومات وانتاجها وتخصينها واسترجعها ونشرها وتبادلها تكنولوجيات الطباعة الصحفية بتمثل مجموعة الوسائل المادية والمعدات التقنية والمعارف والافكار العلمية المستخدمة في طباعة الصحف لتحقيق طاقة انتاجية كبيرة في ظرف قياسي وباقل الطاقة او باقل تكلفة ممكنة اذا انتقلنا الى نظرية الحتمية التكنولوجية لمارشال مكلوهان تنتمي هذه النظرية الى المفكر الامريكي مارشال مكلوهان وعرض افكار نظريته عام 1962 في كتابه نشوء الانسان الطباعي حيث قسم التاريخ الانساني الى اربع مراحل اول مرحلة مرحلة الطفولة البشرية وهي فترة ما قبل الحضارة يعني عصر المجتمع القبلي اللي هو كان فيه الاتصال الشفاهي تاني مرحلة عهد الشباب الاول للبشرية وهي فترة الانتقال الى عصر الكتابة والتدوين والمرحلة الثالثة عهد الشباب الثاني للبشرية وهي الفترة التي بدأت باختراع جوتنبرج للحروف الطبيعية المعدنية المتحركة والمرحلة الرابعة عهد الشباب الثالث وهو عهد ظهور التقنيات الالكترونية التي يتميز بها عصرنا الحالي على هذا النمط من التفسير اللي اسنده مرشال مكلوهان لتطور المجتمعات شهد العالم تغيرات تكنولوجية في شكل موجات خلال القرن العشرين وقد تضمنت هذه التطورات التحول الى طباعة طباعة الاوفيست مثلا في اواسط التمانينيات واصدار الطبعات الدولية وتزايد الاهتمام بالطباعة الملونة وتوجيه الاستثمارات الضخمة في انشاء المطابع الجديدة قبل ذلك المطبعة كأداء انتاجية مرت بفعل التكنولوجيا الحديثة بعد التطورات ادخلت عليها في كل مرة انتقلنا معها من اول الالة اليدوية الى الالة الميكانيكية اللي بتنتج من تقريبا 1500 حرف في الساعة ثم تطورت الى ان وصلت الى خمسين الف حرف في الساعة بعد منتصف الخمسينات وفي هذا السياق يمكن استخلاص معدلة بسيطة تبين دور التكنولوجيا والتقنية كلما تطورت المطبعة كلما زاد السحب وكلما زاد السحب كلما تتحقق الانتشار الاكبر للصحيفة وبالتالي التأثير السريع ومن ناحية التقنية بتقوم المطبعة بالسنساخ النموذج الاصلي في الات والانه يطغى على عمل المطبعة لعمل التقني وعمل الالات فانها عملية صناعية بالدرجة الاولى يتوقف عليها المستوى الفني في اعداد الصحيفة زي نوع الورق وزي الالوان المستخدمة واصبح واضح جدا ان القدر الانتجية في هذه المرحلة بتتوليها قدرة المطبعة نفسها والمستوى المتقدم اللي وصلت اليه نجد ان المطابعة الحديثة لها طاقات انتاجية ضخمة تسمح بتقفيد التكلفة المتوسطة بالرغم من ان الورق بيؤثر هو الاخر في التكلفة فحدوث ازمة في سوق الورق بيؤدي الى ازمة في الصحافة اذا تحدثنا عن معايير تبني التكنولوجيا الاتصالية الصحافة اضحت صناعة ضخمة اصبحت صناعة ضخمة لها متطلباتها الثقافية وتجهيزاتها الفنية المادية والبشرية وحتى التكنولوجيا التي يتحدد على ضؤها مدى كفاءتها في تقديم الرزالة الاعلامية تكنولوجيا الانتاج الصحفي الملأمة لدولة ما قد لا تلائم بالضرورة دولة اخرى هناك اكثر من نمط تكنولوجيا للصناعة الصحفية واصبح من الجدير البحث عن الاسس والمقيسة التي يتم على اسرها تبني التكنولوجيا الجديدة في العمل الصحفي ويحددها البعض فيما يلي اولا تفضيل التكنولوجيا المنتجة التي تعتمد على الانسان في العمل بدل من جعله غريبا عنها يعني لازم الانسان يتدخل في مراحل الصناعة تفضيل التكنولوجيا التي تكون فيها الالات عاملا مساعدا وليس مسيطرا على حياة الانسان مدى وفرة او ندرة عنصري العمل ورأس المال في ضوء حجم معين للسوق ومدى توفر الخبرات العلمية والفنية والتكنولوجيا القادرة على استخدام وتطوير التكنولوجيا يستهدف ذلك كل التخطيط الاتصال بحيث نحق الفيضة القصوى من التكنولوجيا في اقل وقت ممكن قبل تخصيص رأس المال والاستثمارات لها ايضا من المعايير المهمة عشان اتبنى تكنولوجيا اتصالية جديدة استخدام هذه التكنولوجيا بشكل غير مكلف وفي الوقت نفسه المتصلة بتحقيق الاهداف وقد كان مثلا ضعف الانتاج في وقت سابق وكسرت الاخطاء وزيادة التكلفة وتأخر الجودة او قلة الجودة ردائة الطباعة وراء ضرورة الالتزام بتبني التكنولوجيا الاتصالية وتشغلها في المطابع الصحفية عندنا نقطة جديدة وهي الانماط التكنولوجية لطباعة الصحف وعندنا خمس انماط اول نمط بنتكلم عنه الطباعة الحديثة بدون الواح في الاونة الاخيرة ارتبط الحديث عن اساليب جديدة للطباعة لا تعتمد على الالواح الطباعية ولاتمام الطبع بدون الواح يمكن ان يتم ذلك بوجود نمطين تكنولوجيين هما اول نمط الطبع بنث الحبر في هذا النمط الطباعي يتم رش الحبر من خلال مسدس هوائي على هيئة زرات تتجمع على الورق مكون الحروف والكلمات وقد استخدمت صحيفة الفرانكفورت الالمانية هذه الطريقة في طبع الادلة الاعلانية واي مطبعات اخرى لها نفس سرعة الارسال الصحفي النمط الثاني الطباعة الالكتروستاتيكية في هذه العملية بيقوم الحاسب الالكتروني بصنع ملايين الاشكال الطباعية الصغيرة ومتنهية الصغر على سطح ورق صحفي او ورق صحف مبلل ثم تقوم وحدة المسحوق الطباعي الجاف بمسح هذا الورق فتظهر عليه الصور والحروف وجميع العناصر المكونة للصفحات هذين النظامين عملية الغاء اللوح الطباعي وعملية الضبط أثناء الطبع تسمح باستخدام طابعات بسيطة جدا هتقلل لي من فائد الورق وكانت هي الأكثر أهمية من ذلك هو أن أجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في التحكم في عملية الطباعة بدون ألواح ستسمح للمحررين بإدخال أحدث وآخر الأخبار وذلك أثناء دوران المطبع بحيث لن يحتاج الأمر إلا توقف وحدة الطبع بالكامل لحين إنتاج سطح الطباعي جديد كما كان يحدث سابقاً ثاني تقنية تقنية الحاسوب وتطور طباعة الصحف طبعت في السنوات الأخيرة من الخمسينيات تنشين أول عهد جديد خرجت فيه المطبعة من أسلوبها القديم والمعروف بالصناعة على الرصاص إلى عالم جديد يميزوا استخدام آلات حديثة لها من الروعة في الإتقان والسرعة والترتيب ما يؤهلها لأن يخدم الصحافة ويسر للعمل الشيخ للمشتغلين بهذه المهنة المرحلة الجديدة هي إدخال الكمبيوتر إلى عالم الطباعة أو الخروج من الطباعة الساخنة إلى الطباعة الباردة اللي هو الورق المصور وإن هذا الاكتشاف جعل تقنيات الطباعة مثل مسيلاتها في صناعات أخرى وهو الشيء الذي يمكن الصحافة المكتوبة من دخول المعلوماتية هكذا بدأ التعامل مع آلات حديثة لها إمكانية قوية في السرعة ضبط العمل وعرفت الصحافة المكتوبة أجيال متعددة فمن الشريط المسقوب إلى الاستوانة المغناطيسية إلى الشريط المغناطيسي كلها أدوات جعلت الطباعة تعرف أشكال من التحول لكن منها غايته لكل منها غايته وأساليبه ولقد ساعد هذا التطور على المراجعة الفورية لكل المواد اللي بيتم تخزينها في الشكل الإلكتروني والتي يمكن استدعائه إما للتغيير منها أو لتصحيحه أو نشره مرة أخرى دون اللجوء إلى طبعه مرة أخرى هذا الأمر كان ممكن حتى في الطباعة الساخنة إلا أن المكان الذي تحتل المواد وهي على الرصاص كانت كبيرة وكان بيضيع الوقت في البحث عنها في المخازن كان عمل متعد أما دخول التقنيات الحسوب عالج كل هذه العيوب ثالث نمط من العلمات التكنولوجية لطباعة الصحف الحاسبات الإلكترونية وعلاقتها بالطباعة تم عرض أول مكينة تعمل وفق تقنية جديدة وهي تحكم المركز الشامل في الوظائف الطباعية بواسطة وحدات العرض المرئي المركزية وضعت مفهوم جديد وهو الطباعة بواسطة الكمبيوتر يتم هذا التحكم المركزي في عملية الطباعة بوظائفها المختلفة وأجهزة متعددة من خلال منضضة التحكم المركزي الشامل بوحدات العرض المرئي التي تقوم بالتنسيق بين الأجهزة المختلفة بما فيها الوحدات الفرعية فضلا عن الحصول على البيانات الخاصة بمكينة الطباعة وتقييمها مركزيا على غرار عملية التحكم الإلكتروني في الطباعة ظهرت أنظمة أخرى تلعب دور مهم جدا في الإنتاج الطباعي وهي تقنية ال-CTB من الكمبيوتر إلى الصحيفة ومن الكمبيوتر إلى الطباعة تتمثل في الإنجاز الأوتوماتيكي للصفائح الجديدة عن طريق تقنيات حديثة في أنظمة التجفيف وهو تطبيق للرقامية والاستثمارات الضخمة فالتركيب ينجز من خلال حاسوب ويتم الحفر المباشر على الصفيحة وبعدها الصفيحة المحفورة يتم وضعها على قلة الطباعة ليتم طبعها وقبل ذلك توجد مرحلة الضبط ضبط اللون ضبط الحبر ضبط الورق رابع نمط أنماط التكنولوجية لطباعة الصحف الأقمار الصناعية والطباعة أصبحت الأقمار الصناعية جزء أساسي من عملية الابتكار الكبير للصحافة بيمكن معظم الصحف في العالم من استخدام تقنية الأقمار الصناعية في إرسال صفحات كاملة من مدينة لأخرى بطريقة إلكترونية في بضع دقائق كما تستطيع الأقمار الصناعية أن تربط مكاتب الأخبار في جميع أنحاء العالم وإرسال الأخبار بشكل فوري لأي مكاتب أخرى في أي نقطة من العالم خامس نمط من الأنماط التكنولوجية لطباعة الصحف استخدام العقل الإلكتروني في طباعة الصحف وهو تدخل الحاسب الحاسبات والاتصالات وما نتج عنه سهل العمل الصحفي بشكل واضح في السنوات الأخيرة استخدام الحاسب الآلي في طباعة الصحف أصبح يقوم بإنجاز مراحل الجامعة التصويري وفصل الألوان وطباعة الصورة وتم في هذا المجال تطوير عدة برامج منها إدخال الصور والرسومات إلى الحاسب الآلي وذلك لإجراء عمليات التحكم في الألوان والتعديلات اللازمة لعرضها مرة أخرى حسب الاختيار بحيث تكون ممثلة للصورة الطبيعية المرسومة بالألوان المائية أو الزيتية التي كان قد وقع عليها الاختيار وبعض الصحف تعتمد الآن على التقنيات الحديثة في عملات التحرير وصف الحروف الطبعية والنشر المتزام بصفة عامة تكنولوجيا الطباعة التي تطورت تطور كبير بتمثل استجابة لمطالب الصحف بطبع كميات ضخمة في وقت قصير من جهة أخرى هذه المطالب هي التي دعت المخترعين وشركات الطباعة إلى التفكير في المزيد من التطور الأمر الذي انعكس إيجابيا على زيادة أعداد الصحف الصادرة وزيادة الأرقام المطبوعة من كل الصحيفة وتحسين المستوى النهائي والجودة النهائية في نهاية المحاضرة شكرا على حسن الاستماع وإن شاء الله نتقابل في محاضرة جديدة شكرا جزيلا